مرحبا فيكم جميعا مجددا انا سامي كرجي واليوم بالفوتوشوب راح نتعلم طريقة منستعملها ممكن للدعيات او product photography مثل هيدا الصورة تمام خلينا ننقطع الفوتوشوب مجددا صديقنا منستعمله صورة تانية لالو بعد نختار الصورة اللي بدنا نعمله هيدا الافكت هروح على quick selection هعمل select subject مدغري ما هفوت لهون لانه ما بدي اتكون perfect بدي اخد بس من بره تمام بعد ما اعمل select subject هروح على select modify expand هاختار هون البيكسل حسب كل حجم الصورة مثلا انا مختار تقريبا 3000 ب5000 تقريبا الصورة حجمها الاد هتكون مثلا 100 بكسل تكون اه اوكي perfect هلا ازا ما عاجب ما عاجبكن ال distance تابعونا انه اداء بعيدة عن subject فيكم تعمل control z ترجع تعيده اه الرقم اللي بدكن اياه بعد ما خلص بال expand هارجع select modify smooth اه تقريبا 100 بكسل او 120 تقريبا حتكون شوي اضافة صغيرة مثلا عن قبل هاك بس اوكي لا يعطيني الشكل هك ناعم perfect تمام اه بعد هادي ال step هاعمل right click على selection هاعمل make work path اه هاستعمل tolerance اه اوكي مانا مشكلة بعد ما يعطيني هادا الشكل انا هاروح اه على text او اكبستيه على keyboard هي زيته وحا من فوق هيطلع لي هادا الشكل الايكون اكبس وحيعطيني التكست على هالشي هلا انت وفيكن تكتبوا التكست اللي بدكنية انا ما رح اكتب رح استعمل هون شوي اه زعبر شوي حتى بعضهم 300 تقريبا perfect اه اللون اللي بدكنية تستعملوا مسلا اللون فتح شوي اه اوكي تكون bold بس بدي زغري شوي اوكي bold وخليني مسلا نرجع هون 350 اوكي مانا مشكلة مهم بهيدي الشكل فؤكون عملنا هاكشي اه حنرجع نعمل شوي نزيد الساتشوريشن شوي vraiment بالكرف شوي نفتح شified down اوكي اوكي اه هاكي بكون عنا الصورة وفيكن تستعملوا على اي product photography فانشارة تكون عجبكم هادا الدرس اليوم السريع وكتير مفيد لل product photography فخليني نشوفكم قبل ما تنسوا تدعموني بلايك سابسكرايب حابين تعرفوا عنشي تسألوا عنشي بالكومنت و هلا بشوفكم بحلاء جديدة